عسلامة ومرحبا بكم أنا مروان الصالح وهذه حلقة جديدة من بودكاست جروب اليوم مش نحكي لكم على فترة مهمة من حياتنا نحن الناس اللي هي الفترة ما بين لعشرين وثلاثين سناء الفترة اللي حلوة هذيك والفترة اللي برشا نحس وصفوها اللي هي أحسن فترة نجي معيش الإنسان في حياته نمسي أنا نعارض شوية حكاية همي ونتذكر هناك الغناية البارح كان عمري عشرين مو غني توسي كان يغني غناية اسم البارح كان عمري عشرين اتغنى فيها باك الشباب المزيان ولا الوقت المزيان هذك اللي هو في العشرينات وما أدراك ما العشرينات في الطنبك متاعك يقول لك في الطنبك شبابك فترة هذية صعيبة وفترة هذية نتعديه فيها تغيرات كبيرة على المستوى الشخصي المستوى العاطفي على المستوى المهني حتى على المستوى الجسدي وفترة هذية اللي فيها برشا تغيرات ومش الناس الكل يتعاملوا بها بدرجة من نفس الدرجة وبرشة ناس يتضروا فيها اول حاجة تتضروا فيها انه يلقى روحه يقول انا ما عملت حتى شي في الماضي يبدو عمره 22-25 سنة يقول انا ضيعت 25 سنة محياتي ما عملت فيها حتى شي ومزلوا لي المستقبل ما نجي بنعمل فيه حتى شي المستقبل صعيب وانا في تونس ما نجي بنعمل حتى شي وهات ما كلاوي هل هذا صحيح لا وطول نحكيه فيه وتنعطيكم امثلة من الناس بدأوا نجاحاتهم وبدأوا حياتهم بعد الـ 35 أصل باه علش الفترة بين 20 و30 مهمة ياسا قلنا انه فترة تعتغيرات كبيرة ياسا بالعكس الفترة هذية هي فترة من الفترات اللي تقريبا تحدد لك المستقبل متاعك الكل تقريبا يعني العلاقات العاطفية مثلا اللي خذتها وعشتها انت عمرك 20 مع الطفلة اللي قريت معها في الفاك بعد ما خرجت من الفاك قلتوا تحكيوا على خطبة حتى العلاقات وليت اكثر رسمية وتمشي اكثر تولي سيريوز اكثر علاقات هذي المسؤوليات اللي ما كنتش تخمم فيها انت قبل ولا الحاجات ما كنتش تخمم فيها قبل في الفترة هذي كنت تتخمم فيها كي تلقى انت تتوجه مثلا باش تقرأ في ولاية ما هيش ولايتك ولا في البلاسة اللي انت بكن تنولود فيها وعائلتك بعيدة على عائلتك باش تلقى روحك تخمم في الكرة في الفطور اليوم شنا وش تعمل باش نظم المعونة باش نظم تخسل معونك باش نظم فرشك باش نظم بروغرامتك وهذه حاجات ما كنتش تخمم تعملها انت الكل يعني الوالدة ربي فضل هالك وإلا داركم كانوا سادين عليك باب بلا تلقى روحك ولا تعندك مسؤوليات يومية بندون عشرين سنة انت ما خمم تشفاه هذا مشي أثر زيدة كيف 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 تلقى روحك كملت قراتك في 22 في 23 سنة وتجيت حل الانستغرام يا ربي العمال عليك تلقى فلان وفلتانة دار العالم وشيخه ولبسه وجو وبواتات وكوكتلات ودنيا والحالة مدعوك وانتي سيادتك ضربتك القايلة في أحد ضواحي تونس العاصمة هذا كل يأثر عليك وطبيعي يأثر عليك لماذا نقول لك الطبيعي يأثر عليك خطرك إنسان في درجة أولى ولكن إذا كانك مكشفاهم الواقع باش يأثر عليك ماليش بش ندخل في دورة نقول لك والله هذيك نشوف هذيك اللايف ستايل هذيك بالرسمة عايشين وإلا لا وكذب ومكتعرف والفايك والرشنوة وموش هذيك الريلايف وذيك ماهو إلا فيك وفيلتر زيب سعود لك لكن حب نقول لك ما تقرن سلوحك حبيبي مش بشرطه ننجح لكلنا في الفترة هذيك وهنا السؤال اللي حبيت نطرعه شكون حتى إنا في مخاخنا إنه في الفترة هذيك لازمنا لكلنا ننجح يعني ما بين العشرين وثلاثين سناء لازمني ننجح وإذا ما نجحتش أنا في الفترة هذيك فإنه ما عادش تقوم لي قايمة شكون قالوا لك الكلام هذي وقلت لك مش نذكور لكنيز نشه حتى بعد ثلاثين سناء ما ليس مش تحكي لك عن كو فونداتور تعم مكدونالد ولا كيف سي ولا غيره مش تحكي لك حتى من أن نحن المواطنين العرب قال لآخر نجيب محفوظ مثلا مبدأ يكتب كان في العمره بتاع خمسة وثلاثين وأول رواية خرجها وهو عمره ثمانية وثلاثين سناء نحكيه عن نجيب محفوظ واحد من أكبر الأدباء في تاريخ الإنسانية وليس في تاريخ العربة كحول فالنجاح ما بعد ثلاثين سناء ممكن بل بالعكس كثير من الكتاب معروفين وكثير من الناس وليفونداتور والعباد اللي عملوا الشركات لزينفونتور المخترعين وغيره نشه في الفترة ما بعد ثلاثين سناء يعني كون صور لك أن الفترة هذيك لابد أن تنجح فيها قلت لكم أن الفترة هذيك برشة يحط رويحه ما بين حاشتين ما بين المستقبل ما بين الماضي على خاطر الفترة هذيك يحس أنه الخمسين سنين بدأ يقرب لها المراوة للرجل يحس روحه بدأ يقرب لسن الخمسين سنين ويذا يخاف برشة من الناس خطفوا برشة من الناس يخافوا من تقدم في العمر بمعنى أنهم يقدموا في العمر ويكبروا شوية تقلقهم والله البارح كنت عملي تليفين صراح على الناس وفهموا بالنسبة لناس أغرين اللي يخافوا من أنهم ما عملوا حتى شي كنت نجي ونلخصوها كيف نلقاوه نلقاوه أنه فما شكوون يقول لك أنا فترة بين عشرين وثلاثين وثلاثين سنين ما عملت حتى شي ومن يجب نعمل حتى شي وهذا يضر حتى على الموتيفاسيون أذك عليش برشة من العلماء قالوا أنه أو برشة من الشارشير بحيفين كانوا قبل يقولوا فما فترة منتصف العمر هي الفترة بين خمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين سنين مؤخرا قرية في رشة يقولوا أنه الفترة هذه والتي تبدأ حتى من خمسة وعشرين سنين لحظوا أنه عند برشة ناس برشة نساء والشيء يلقاوا أنه أبرتي من خمسة وعشرين سنين عندهم نفس علامات أزمة منتصف العمر أذك عليش ما شكوون يسمعه حتى أزمة وربع العمر خمسة وعشرين عشرين سنين وربع العمر ما التنفي Amor وما الحل الحقيقة ما عنديش حل لا ما نعتيك ف Line مونح حل لété ولكن افهم الفترة هذه الفترة هذه ليس مطالبة أن تكون ناجح الفترة هذه ليس تكون عرف روحك وين prevغطا الفترة هذه ليس تكون عرف روحك لtycznie بال GRÜ الفترة هذه إن تagner أن تزيد تعرف روح كك فترة فترة فتري تجد تصغلها، كيف تزيدوما ان تتجربه Fish evми كيف تعمل و كيف تعمل و كيف تعمل، أكثر و كيف تعمل فترة هذيك تساولات فترة هذيك فترة متاع انك تعرف فيها روحك تفهم فيها روحك وتحاول تتأقلم مع الظروف اللي انت عايشها شكون قال انه في ظرف عامين تتسكر الدنيا وما نخرجوش من ديارنا بل انه حتى فهم شكون يقول انه الفترة ما بين عشرين واثنين وعشرين كأنهم عامين نحاولنا من حياتنا وهنا ما يفق تعديوا فترات فيسع فيسع وتقريبا ما نجمنا نعمل فيهم حتى الشي فالمستقبل نحنا ما نحملوش مفاتيحه والماضي ما نجموش نصلحوه نرجعونه ونصلحوه ولكن الحاضر نجمو نخدم عليه حاضرنا هو اهم حاجة عنا حاضرنا هو الحاجة اللي نحنا نجمو نتمكنوا فيها ونتمكنوا بها ونجمو نغيروها واذا غيرناها فانه ماضينا معاشي قلقنا ومستقبلنا نوليوا قادرين نحسنوها ولذلك صديقي الشاب ولا الشابة اللي تسمع فيها وعمرك ما بين عشرين وثلاثين سنان نحب نقولك ما تخافش حتى حد ما فارض عليك انك الفترة هذيك تنجح هذه حاجة حاجة اخرى ما تقارنش روحك يا عايشك بغيرك على خاطر انتي ماكش عايش نفس الظروف متاع غيرك وغيرك ماهوش عايش نفس الظروف متاعك انتي فما شكون تولد ولقاء كل شي ما توفر له وفما شكون تولد ما له غزمه ومرقاش كل شي ما توفر له فما نشي جلوس قاعدين نبدأه من نفس خط الانطلاق ما تقارنش روحك بغيرك في فترة هذيك ما تحكيش بروحك بنيجاتيفيتي ما نحبش نحكي معاك بلغة التلمية البشرية ولكن ما تحكيش بروحك بسلبية ما تكلفش روحك اكثر من اللي تنجم في فترة متاع العشرين سنة حتى حد ما طلب منك انك تنقض العالم وحتى حد ما طلب منك وانتي عمرك خمسة عشرين سنة انك تغير الواقع المطلوب منك انك تفع بروحك وين انتي تحب تمشي بالضبط يعني شنو الامكانيات اللي عندك انتي اليوم وفيني ينجموا يوصلك بالضبط برشة اليوم خايفين من شاد جي بيتي فما دي ديفلوبر فما عبيد في العيتي اليوم خايفين يقول لك شاد جي بيتي جي بيتي ينجم يفك لي بلاستي صحيح لا ما نعرفش ما ننجمش نجيوبك هذا المستقبل وشي جاوبنا عليه ولكن تنجم منتو تاخذ القرارات اللي ما تخلكش تندم عليهم في المستقبل سوى الفترة بين عشرين وثلاثين سنيه احسن فترة باش تنظم فيها وروحك على فكرة فما قريتنا مرة في روشيرش يقولوا انه كل ثلاثة سنين انسان يتغير يتبدل هكا ربي خلقنا هكا فكل فترة انك تراجع فيها وروحك مش تعرف روحك فيين تعمل تمشي هذي راي حاجة به ومهيش حاجة خايبة ومهيش حاجة غلط متتفاجعوش تعامل مع روحك معاملة جيدة انك اذا كان تعاملت مع روحك في فترة هذيك معاملة جيدة فانه هذا بشي يكون عنده الاثرر باقي في العوام الجاية الكل في علاقاتك في خدمتك على مستوى الشخصي ايك تتقى فخلاص الكلام الفترة بين عشرين وثلاثين سنة فترة صعيبة اي نعم فترة صعيبة ولكن هذا ما يعنيش انه الفترة هذيك لازمنا نحطه على روحنا برشا ضغط لازم نتعامل مع الفترة هذيك بذكاء وكيف ما قلتلك تفهم روحك شنو تحب تعمل في انت حب تمشي شنو تنجم تعمل شنو تنجم تعمل باش ما تقعش في مشاكل بعد أربع خمسة ولا عشر سنين اكسيتها وعودلك مرة اخرى اياك انك تقارن روحك بغيرك حتى حد ما يعرف الحرب اللي قاعد تعيش فيها انتي وحتى حد ما يعرف في الظروف اللي انتي قاعد تعيش فيها وحتى حد ما يعرف انتي فياش تعاني كله فما ناس عندها أمراض عايشة بها كله ومياش تظهر فيها والأمراض هذيك تخليهم يعملوا عشرة مرات المجهود اللي تعمل فيه انتي باش توصل حاجة معين وفما ناس تربط في وضعيات صعيبة وفما يشكون يعاني من مشاكل نفسية وقاعد يتعامل بها كله ويتعايش معها كله واللي تشوفه انتي بالنسبة ليك عادي وتنجم تعملوا غيرك ممكن يكون له صحيب ياسر ومينجمش يعملوا ظروفنا كل ما هيش كيف كيف وحياتنا كل ما هيش كيف كيف وانا دي ما نقول راعيه معارك الناس فليكل مننا معاركه الخاصة وكل واحد فينا يعلم بها ربي فاش قاعد يعيش ما تصعبوش عروحكم الحياة مهما كان في الحياة هذه عندكم اله يتكفل بالارزاق بينصير انتي تحرك بينصير انتي تتحرك ولكن تكون مؤكد انك مكش مش تاكل اكثر من اللي كتبهولك ربي ومكش مش تاكل اقل من اللي كتبهولك ربي ومستحيل تاخذ اكثر من اللي اعطاهولك ربي ومستحيل تاخذ اقل من اللي كتبهولك ربي والحياة هذه بنتها في الرحلة متاحها بنتها مش في النهاية متاحها بنتها فكالطريق ونحنا قاعدين نمشيوا باش نقدموا في حياتنا هذاك عليش دي ما نقول إنه النجاح مهوش النتيجة النجاح هو أكل حاجات اللي نعيشوها ونحن نحب نوصله لحاجة معينة ونحن نحب نوصله لهدف معين ولذلك النجاح متاعك لازم يتغير بتغير عمر متاعك هذاك عليش لازم كل أربع خمسة سنين تحدد الروح كأهدف معينة وكل ما تصل الهدف في هذاك تكون قدمت في طريقك وفهم مثال المرة سمعته مثال أمريكي بسمعته عن تكون أمريكي يقول إنه قمة جبل هي سفح جبل إخ بمعنى إنك وصلت لقمة جبل فإنه قمة جبل هذيك تنجم تكون هي القاعم بتاع جبل إخ والمهم إن نحاوله المهم إن نحاوله وكيف ما يقول ربي عز وجل في القرآن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وقد ديش من حاجة خفنا منها وفي الأخر نفعتنا وقد ديش من حاجة كرهناها كي جيت ولكن كي تعاملنا معاها لمعامل البيهية نرقا وروحنا استنفعنا منها بل نرقاها بدلتنا حياتنا للأفضل يعيش حياتك وتفرهد ولكن خلي عندك أهداف معينة وخلي عندك ضوابة على خط الحياة مغير ضوابة ما عادش حياة مزيانة هي حياة أشبه ما يكون فيها بالحياة الحيوانية ونذكرك حاجة اللي تشوفهم في الإنستغرام يزينوا ويلبسوا ويعملوا راهوا مهوش بشرطه الكلام اللي قادة أشوفه صحيح وحتى كان صحيح مش بشرطه هي سعادتك مربوطة بالحاجات يعني سعادتك أنت مش بشرطه هي لازم تكون في سعادة غيرك يعني مش اللي يعمل فيه غيرك وهو فرحان كي تعملوا أنت باش تعملوا أنت فرحان ينجم هو يعملوا وهو فرحان وشيخة ليه ولكن أنت تعملوا تتقلق منه وما ينفعكش إياك أنك تكون نسخة على شخص آخر إياك أنك تكون نسخة على شخص آخر على خاطر مش تقع ديما تتبع مش تقع ديما تقليد خليك أحسن نسخة من روحك خليك أحسن فرسيون من روحك وحاول ما نجمتش مش مشكلة نجمت يا ربي لك الحمد ما تلغطش على روحك الوقت صغير والحياة قصيرة وقاعد تعدى بين الحياة وساعات في الطريق متاع الحياة تفريقنا عباد نندموا أنه ما قعدناش معهم ربع ساعة الفترة ما بين 20 و 30 سنة فترة صعيبة ولكنها فترة مهمة في حياة كل شخص خاصة إذا كان نفهمه نحن شنو نحبه ونعمله فيها بالضبط شكرا على حسن الاستماع الحلقة هذية كل عادة في جملة الحلقات اللي من خممش برشة شنو نحكي نخرج اللي عندي وإذا كان غلط سامحوني ماما أنا ماما كان إنسان قلوني في الكومنتارات شنو تحبو نحكيو مواضيع أخرى وما تنسيوش اللايك البرتاج الكمنتار يضموا كلهم على خاطرهم ينفعونا يسا وكل لايك تعملوه راه هو دعم لي مش نزيد نعمل مجهود أكثر ونحاول إن نعتيكم كونتوني أحسن ماكسي بوكو يعطيكم الصح نتقابلو في الحلقة الجاي